اللي بيدي بغزة، بس الحرب البطيقة بالضفة الغربية حرب عم تاخد شكل مصادرة أراضي، اكتحامات، اعتقالات، قتل، عز المدن وتسليح مستوطنين أتبرد حكومة نتانياهو 7 أكتوبر فرصة للسيطرة على الضفة الغربية وتولى المهم الوزيرين لمستلمين شؤون الضفة بتسلقيل سموتريتش وإتمار بن غفير وقت تشكيل حكومة نتانياهو، سموتريتش كانت عينه على وزارة الدفاع بس رعط له وزارة الميلية، واخترع له نتانياهو منصب الإدارة المدنية بوزارة الدفاع ليردي حول سموتريتش المنصب لمندوب حكومة عن كل الشؤون المدنية بالمنطقة جيم اللي بتشكل 61% من الضفة منح هذا المنصب السموتريتش الصلاحية الكاملة لتخطيطه بناء المستوطنات وهدم البنى الفلسطيني غير المرخص علماً أنه 95% من طلبات تصريحات البنى للفلسطينيين بتنرفض وعد سموتريتش بمضاعفة أعداد المستوطنين بالضفة من 700 ألف لأكتر من مليون وقدر يمرر فعلاً مشاريع خلت 2023 سنة إياسية من جهة الاستيطان قصصت الحكومة كمان 3.5 مليار شكل لبناء طرقات الفصل العنصري المخصص على الفلسطينيين حتى ما يستعملوا الطرقات اللي بيستعملوها المستوطنين حليف الثاني باعتليف نتنياهو الحكومة هو إتمار بن غفير زعيم حزب قوة يهودية حاول نتنياهو بن غفير من مستوطن متطرف لشخصية سياسية وعطي وزارة الأمن القومي وزارة بن غفير مسؤولة عن الشرطة ومصلحة السجون وهي الجهة الرسمية لترخيص وحيازية الأسلحة للمدنيين يعني المستوطنين بعد استيلان بن غفير وزارة الأمن القومي نفذ المستوطنين أكتر من 12 ألف هجوم على الفلسطينيين بـ2023 وتهجر 1345 فلسطيني من بيوتن بالضفة اعتمدت هالاعتداءات بشكل أساسي على التسهيلات اللي قدمها بن غفير لتسليح الإسرائيليين خصوصا بعد هبت الكرامي بـ2021 وانشئوا ميليشيا اسمها الحرس الوطني بتضم 2000 مقاتل متطوع سرقائي إسرائيلي بيدعي حق الدفاع عن النفس بيقدر يحصل على السلاح بأسبوع واحد وضعفت وزارة بن غفير كمية رصاص يلي بيقدر يشريها حامل السلاح مستوطنين بالضفة هن أكتر مستفيدين من تعديلات بن غفير لأنه عندهم أفضلية على غيرهم من الإسرائيليين بالحصول على السلاح من 100 مدينة عندها أعلى نسب ترخيص أسلحة 86 منا هن مستوطنين بالضفة السحوط שלי, شلاشتي, شلالالديم שלי لاستوفر بكفشي يهودا وشومغون يوتر خشوف من السحوط التنوة شل العربين سليخا موخامد أول ذو همت سيوت ذو همت سحوط الخائم שלי قدمت السحوط التنوة سرعت حرب غزة خطت سموترش وبين غفير للسيطرة على الضفة حسر الاحتلال مدن الضفة بأكتر من 500 عائق بوجر الفلسطينيين بين حواجيس ونيقات تفتيش ليمنع التنقل جوية الضفة ومن الضفة للداخل المحتل طلب بن غفير من شرطة الحدود أنه تطلق النار على أي إرهابة حتى لو ما بيشكل خطر بعد 7 أكتوبر تقدم أكتر من 12 ألف إسرائيلي على طلبات للحصول على الأسلحة وهجم مستوطنين على الفلسطينيين أكتر من 5000 مرة كنا نحن خلقين عود وعود الشاكير ما يميش بكيروت يا للمدنيوت هذه في هذه الشنة نخشف شهون كلها مبينين شنشك بلاش سمطرش ببناء 3500 واحدة استيطانية جديدة وصادر 10,000 دنم من الأراضي الفلسطينية بالضفة اعتقل الاحتلال أكتر من 7700 فلسطيني من الضفة وقتل 12 معتقل بالسجون تحت التعذيب والإهمال الطبي داهم الاحتلال مدن مخيمات الضفة بشكل شبه يومي بحجة القضاء على خلايا حماس أصف الاحتلال المخيمات بسلاح الجو لأول مرة من الانتفاضة الثانية بالألفين ونشر النصيبين لبيوت ونفذ عمليات اغتيال لمكاومين فلسطينيين بلاش ترسم الحرب خريطة جديدة لغزة بس كمان للضفة يلي صار مصيرة مرتبط بين نهاية الحرب لأن حرب إسرائيل الحقيقية بش ضد حماس هي حرب ضد الفلسطينيين وين ما كانوا ترجمة نانسي قنقر